السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلبات الصف الاول الاساسي اليوم ان شاء الله سوف نبدأ بعمل مراجعة لمادة امتحان الشهر الاول الفصل الدراسي الاول ارحب بكم انا المعلمة سيهام رمضان اجمل ترحيب واهلا ومرحبا بكم جميعا كيف حالكم اتمنى ان تكونوا دائما بخير اليوم ان شاء الله سنركز على جميع الموضيع التي تم شرحها ومناقشتها وسنركز على الموضيع التي واجه فيها الطلبة بعد الصعوبات والضعف وايضا سنركز كثيرا على مادة امتحان الشهر الاول حتى تحصلوا جميعا على علامات كاملة ان شاء الله هيا لنبدأ اليوم ان شاء الله سنبدأ بالمراجعة طبعا في البداية سنتعرف على قواعد سنراجع قواعد التحليل الصوتي الان اخدنا في الوحدة الاولى في اللغة العربية حروف المد تتذكرون حروف المد A O E هاي المقاطع المد الطويل مقاطع المد الطويل لأن القاهة الأولى شو بتحكي لنا أو عن ماذا تتحدث إذا جاء بعد الحرف حرف مد طويل جاء بعد الحرف أي حرف من حرف اللغة العربية اللي تعلمناها وجردناها مقطع طويل تعتبر مقطع كامل مثلا في كلمة ريمة لأن لاحظوا جاء حرف المد هنا ميم مع مد ما قبله قلنا إذا جاء بعد الحرف حرف مد هاي المد فيه قبله مقطع لوحده ري ري امه آ ما إذن ري ما الآن هذا مقطع مد ما قبله وهنا مد ما قبله مقطع لوحده في التحلي طب الآن في كلمة رامي في كلمة رامي رو آ را وامه إي مي إذن را مي رامي هكذا نقوم بالتحلي إذن حرف المد ما قبله مقطع دائما كحمل الآن ضعونا نتابع هذه القواعد المهمة القادة الثانية ماذا تقول القادة الثانية تقول إذا جاء بعد الحرف المتحرك حرفا ساكنا فإننا نقرأهما معا كما ونحللهما معا المقطع الساكن كيف مثال تر مي هذا الحرف الساكن إذن تر أي مقطع ساكن ما قبله مقطع لوحده مي كما قلنا مد وما قبله مقطع إذن هذول قاعدتين مهمين قاعدة حروف المد أي حرف مد جاء قبله حرف من حروف اللغة ربية مد ما قبله مقطع الآن القاعدة الثانية قاعدة الحرف الساكن قاعدة الحرف الساكن يا عزائي يا طلاب الصف الأول المبدعين الأبطال ساكن ما قبله مقطع تر تر مي تر مي الآن يب لوحدها كي مد ما قبله مقطع إذن القاعدة الثالثة ماذا تقول القاعدة الثالثة تقول لا يجتمع حرف متحرك خلفه في مقطع واحد ماذا يعني هذا الكلام لذلك نقرأ ونحلل كل حرف لوحده القاعدة الثالثة بالتحليل أي مقطع متحرك لوحده مقطع كامل أينما جاء موقعه مثلا ذا ها با أي مقطع متحرك لوحده مقطع إذ فتح ذا إذ فتح ها إذ فتح با ذا مقطع ها مقطع با مقطع إذن ذا ها با الآن القاعدة الرابعة في التحليل ماذا تقول وهذه مهمة جدا القاعدة الرابعة في التحليل هي عن اللام بشكل عام والتنوين الآن هي الهمزة الوصل في اللام القمرية تعتبر مقطع روحان طبعا قلنا يا أول الهمزة الوصل اللام القمرية واللام الشمسية تعتبر همزة الوصل تكتب ولكن لا تلفظ همزة الوصل في اللام القمر مثلا في كلمة الوه الوه ال دائما اللام القمرية اللام القمرية اللام القمرية دائما مقطع لوحدها ال متحرك لوحده و متحرك لوحده لا متحرك لوحده هدوه إذن لاحظوا كيف المقطع لوحده دائما اللام القمرية مقطع لوحد مقطع لوحدها ال لوحدها وأي متحرك فتحه ضمه كسره متحرك مقطع لوحده لا متحرك مقطع وده أو ولده متحرك لوحده مقطع إذن أربعة واحد أول قاعدة أي حرف مد ما قبله مقطع القاعدة الثانية أي حرف ساكن ما قبله مقطع القاعدة الثالثة تقول أي حرف متحرك مقطع لوحده والرابعة تقول أي لام قمرية هي مقطع لوحدها وهذه قاعدة الحرف المتحرك هذه الأربعة قواعد جدا جدا مهمة في التحليل وأيضا إذا أتقن طالب مهارة التحليل يتقن مئة بالمئة مهارة القراءة والقراءة بشكل صحيح بدون أخطأ الآن ماذا تقول القاعدة الخامسة قاعدة التنوين قاعدة التنوين الحرف المنون يعتبر مقطعا صوتيا واحدا برضو التنوين مقطع سواء تنوين أسبوع طبعا طبعا تنوين الفتح قلنا يحتاج دائما إلى أصا أو إلى آلف التنوين أس طبعا متحرك ما قبله مقطع ممدود ما قبله مقطع تنوين مقطع مثلا كلمة كتاب متحرك لوحده مقطع ممدود ما قبله مقطع تنوين لوحده مقطع هنا تنوين الفتح هنا تنوين الضم إذن أي تنوين في التقطية يعتبر مقطعا صوتيا واحدا طب الآن دعونا نقوم بعد هذه التحليل في حروف المد مراجعة لحروف المد إذن أول فكرة قمنا بمراجعة التحليل الصوتي في الخمس قواعد هلا في حسة المراجعة اليوم الجزء الثاني هو حروف المد ألف وهي أشكال حرف الألف ممكن يأتينا في الامتحان سؤال ما هي أشكال حرف المد الألف له شكلان ألف ممدودة وألف مقصورة أعبر عن الصورة وأتعلم حرف المد بابا هون حرف المد وهذا حرف المد أ ما ما حروف المد باب الآن كيف نقطع كلمة باب ابو آ با وتنويل لوحدها مقطع باب ما مد ما قبله مقطع مد ما قبله مقطع باب ابو آ با با هيك المقاطع طيب الآن الشكل الآخر من شكل حرف المد اللي هو الألف المقصورة حلوة أفعى كمان نشاهد في الصور مستشفى إذن ألف ألف ما تكون ممدودة أو ألف مقصورة الآن الآن كوموا أنتو عزاء الطلبة بتلوين حرف المد للبابا هاي حرف المد بابا أكتب الحرف آ آ والألف المقصورة وهاي لون هاي الألوان وتعرفوا احفظوه في ذاكرتكم حرف المد الآ إذن له شكلان ألف ممدودة كما هذا الشكل والألف المقصورة كما هذا الشكل الآن حرف المد الثاني تعلمنا مراجعة ما هو حرف المد له شكل واحد أو صوته أو الآن كما في كلمة وردة أو ورود وردة حرف المد الآ وردة خروف خروف ورقة ورقة طبعا هنا حرف المد هذا حرف المد لأنه حرف المد آآ بيجي صوته أو صوته أو صوس كلمة صوس حلوة أو آآ ملفوف أو هذا مرد التاني قوموا بتلوين حرف المد الآآ الآن الأخير حرف الياء وصوته إي وهذه أشكال حرف الإي حرف الإي بهذا الشكل وهبروا عن الصورة وأتعلم صوت حرف الياء يد 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 خيار خيار بطيخ إي بطيخ حرف المد الآن كرسي حرف الإي جدي صوته إي جدتي صوتها إي حرف المد الثالث آآ وإي هذه تلوين حرف الإي هذا الشكل وهذا الشكل الآخر حرف الإي طيب الآن طبعا فيه هناك حرف الواو الواو اللينة الواو اللينة هي واو تظهر عليها السكون وغالبا ما يسبقها حرف مفتوح هذه من سميها واو لينة وحتاخدوها بشكل مفصل بالفصل الدراسي الثاني اسمها واو لينة بيكون عليها حركة بتختلف شوية عن حرف المد المد بيكون عليها حركة آآ وقوي مثلا كلمة آآ صوته أو ولكن الواو اللينة بكون عليها حركة بكون عليها حركة وتختلف ولها صوت تختلف عن الواو المدية أو 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 هاي ساكن أو إذا كانت مفتوحة و إذا كانت ممضودة و إذا كانت مكسورة و أما حروف المد ما بتقبل حركة آآ أو إي هذا الفرق بين الواو اللينة أو اللينة راح تاخدوها مثلا هنا باو ماو رو هاي لاحظوا الفرق بالنطق بو باو مو ماو رو رو تكون عليها صوتها صوت نطقها يختلف قليلا طيب الآن شو 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 تن هون لحظوا هون واو لينة السفر بتمييزة أنها تقبل الحركات بينما حروف مد لا تقبل الحركات الآن برضو الياء اللينة والواو اللينة طبعا نطقهم يختلف هي تظهر عليها السكون وغالبا يسبقوا حرف مفتوح ولها صوت يختلف عن الصوت المدية المقصود فيها هي حروف المد إي إي هديك إي هاي إي عليها حركة الحروف المد لا تقبل الحركات الآن لاحظوا بي بي مي مي ري ري شي شي إذن الواو اللينة والياء اللينة هي تشبع حروف المد ولكن الفرق حروف المد لا تقبل الحركات بينما اللينة والواو اللينة والياء اللينة تقبل الحركات الآن خلوني أكمل أنا وياكم لفظهم وكتابتهم بهذا الشكل هاي الياء اللينة الياء اللينة هنا الياء تنزل قليلا عن السطر إي إي طيح الآن خلونا نتابع حرف الباء تعال هاولنا كمان في الوحدة الأولى غير حروف مد طبعا الواو اللينة والياء اللينة مش مطلوب معنا في هاي المرحلة نحن أخذها بالفصل الدراسي الثاني فقط إحنا أحضرناها حتى نميز بين الواو اللينة اللي بتقبل حركات حروف مد التي لا تقبل الحركات إذن حرف الباء هذا هو شكل حرف الباء له شكلان في كلمة بطة في كلمة بقرة بفتحة باء في كلمة باب با حرف المد هنا هنا الألف الآن هنا في كلمة كتاب هنا مع تنوين الضم ضب ضب مع تنوين الضم ذب مع تنوين الضم هذا هو حرف الباء وهذا شكله وهذا هو كتابة حرف الباء في أول الكلمة با وهنا في آخر الكلمة هذا شكله ويكتب كاملا على السطر ولا ينزل عن السطر الآن أيضا مراجع لحرف الميم وصوته م مفتحة ما مضم مو مضم كسرة مضم مي مكسرة مي الآن م أحرف م ما في حروف آآ هذا صوته م صوته م مفتاح مد قصير ماما مد طويل حرف الميم موز موز طبعا هنا هنا هاي وولي وولينا لأنها تقبل حركات كلنا الحروف اللينة والوا اللينة تقبل حركات ولكن حرف المد تذكروا أنها لا تقبل الحركات مو معلم بوم بوم هنا أو بوم هنا حمام 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 هذا حرف الميم وكيف يكتب حرف الميم هاي السطر يكتب الميم بهذا الشكل ميم له حرف له هذا السطر شكله في هذا الشكل ميم مفتوح الميم لأن مفتوحة طبعا أيضا تناولنا حرف اللام حرف اللام ال صوته ال لا لو لي لا لو لي صوته ال 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 مثل جمل جمل في حبل طبعا هنا هنا حرف في حرف اللام ال في حبل في نهاية الكلمة حبل حبل أو حبل ب الآن هنا كلمة جمل 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 ت هذا حرف اللام وهذه أشكال حرف اللام الآن لاحظوا أقرأ وأكتب وألفظ بالترتيب لبيب لبيب حرف الل ليل هنا لام جاءت في أول الكلمة وجاءت اللام في آخر الكلمة بلبل إذن هنا في منتصب الكلمة وفي آخر الكلمة بلال هنا جاءت الال مع المد لا وجاءت آخر الكلمة يميل في نهاية الكلمة كيف نكتبها لاحظوا حرف اللام في بداية الكلمة لا بي بي لا بي بو لاحظوا حرف البا يكتب كامل على السطر ليل لام في بداية الكلمة يكتب هكذا إي لي ينزل اللام قليلا عن السطر لي لو بل بو لو بل بو لو هذو كيف يكتب بي لا لو ينزل اللام قليلا عن السطر ي مي لو يميلو لاحظوا الكتابة والخط الجميل لان حرف الدال هلأ حرف الدال صوته صوته أحسنتم اد ادفتحة د ادضم د ادكسرة د ادو 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 دي اذا هذه حرف الدال كما في الكلمة نحلة هنا كما في كلمة دبور دبور مثلا كلمة اسد اسد مسجد مسجد مس جد جد مس ج مسجد يد كم هدد الأصابع في اليد أحسنتم خمس أصابع من يكتب في الهواء الرقم خمسة هيا معي نكتب الرقم خمسة خمسة أصابع باليد ونكتبها بالكلمات خمسة 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 في بداية الكلمة يد في نهاية الكلمة هذه أشكال حرف الدال هذا هو حرف الدال له شكل واحد يد هيا نكتب يد والدي نلاحظوا وا او عفوا وادي وادي هنا دو دو ما دو ما هو المين مفتوحة والألف المقصورة داوي دا او داوا دب دب حرف الباء على سطر كامل دب حرف الدال صوته اد حرف النون حرف النون حرف النون ايضا من الحروف التي تعلمناها نون هون اسد او نمر عفوا نمر نون الصوت الاول نون نحلة 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 ه هنا موز هل هناك في كلمة موز ما يدل على النون هنا موز لوجت فيها حرف النون هنا تفاح هل هناك في كلمة تفاح حرف النون لا يوجد هنا نمر هنا أيضا مفتاح أيضا لا يوجد فيها نطق حرف النون لا يوجد هنا عصفور هنا مثلا هنا كلمة مثلا عصفور لا يوجد فيها حرف النون أيضا إذن في كلمة نمر وفي كلمة نحلة الآن أقرأ وأكتب ثم أرفض حرف حرف حروف الكلمات بالترتيب ن ن ن نديم ن نديم ن نديم نملن نملن ن نميلو هذا هو كيف نكتب بخط جميل ن نميلو ن نادي 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 و ونين 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 كتبوها بخط جميل حرف النون الآن 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 تحرفنا على الحروف التي وردت معنا ممكن أن تأتي بالامتحان حرف النون حرف الدال حرف اللام حرف الباء حرف الميم هذه الحروف أخذناها تحرفوا على أشكالها من خلال هذا المراجعة دربوا على كتابتها وكيف يكون لها أشكال مع حروف المد مع المدود القصيرة ومع مدود الطويلة والآن تحرفنا إذن على خمس قواعد لتحليل الكلمات أو تحليل المقاطع الصوتية الآن صوت الحرف الآن صوت الحرف أحباء الطلبة ما المقصود بصوت بقراءة أصوات الحروف كل همنا وكل تدريبنا خلال الصف الأول كيف يقرأ طالب الصف الأول أصوات الحروف الآن قرية الصف الحروف هي العلاقة بين الحرف ورمزه نطلع على الحرف ورمزه وكيفية نطقه الآن تعرف على صوت الحرف كعلى رمز تعرف على الحرف hallucائية بشكل عام نربط بين صوت الحرف وشكله المكتوب تعرف الحرف 거죠 كلها المكتوبة تمييز الأصوات الساكنة تمييز الحرف مع المقاطع القصيرة فتحه ضم كسرة ومع المقاطع التويله ايه الاف واو هون فتحه ضم كسرة اذا هاي الهدف من القراءة نعرف كيف نجرد الاصوات ما هو الصوت الاول في الكلمة ما هو الصوت الاوسط في الكلمة ما هو صوت الاخير في الكلمة وهكذا كيف نحلل المقاطع كيف نعرف نتحليل المقاطع حسب القواعد الخمسة اللي تعلمناها في بداية الحسه كيف نركب كلمة وكيف نحلل كلمة كيف نميز الحافل المشدد راح ناخده كمان بالتفصيل تمييز بين اللام القمرية واللام الشمسية تنوين كيف بقطعها تنوين الفتح تنوين الضم تنوين الكسر هذا كله اه ركزنا على جزء منه راح نركز على اجزاء الباقية خلال الفصل والفصل الدراسي التاني فان شاء الله بنطلع طالب الصف الاول مبدأ بقراءة اصوات حروف قادر على تحليل الكلمات الى مقاطعها وايضا تركيب الكلمات من مقاطعها الان حروف المد ننكز عليهم ا ا ا ا ب ب ب ا ا هاي المدود القصيرة فتح ضم كسرة اه هنا مع حرف الباق مثلا وهنا المدود مع حرف الباق هنا مد طويل مد قصير وهكذا الان اخيرا طبعا بدنا الحصة في تحليل المقاطع الصوتية وسنختم الحصة في تحليل المقاطع الصوتية للتأكيد والمراجعة وتعميق الفهم اكثر الان يجد بالكثير بالطلبة واولياء الامور يجد الكثير من اولياء الامور اه والطلبة صعوبة في التحليل الاستوطيط طبعا في البداية ارجعوا للخمس قواعد ومع ذلك دائما قلنا الالف واللام القمرية مقطع واحد الحرف الساكن يكون مع الحرف الذي يسبقه مقطع كما في كلمة من حرف المد مع الحروف اي مد ما قبله هو مقطع كما في كلمة كا في كلمة با في كلمة ما حرف الصامت لهو المتحرك المقصود فيه اي حرف متحرك قلنا هو مقطع مثل كا مثل البا مثل سا الآن مثال للتأكيد اكثر كلمة الكتاب اللام قمرية مقطع لوحدها اي متحرك مقطع ممدود ما قبله مقطع متحرك لوحده مقطع والتنوين لوحدها ايضا مقطع الآن كلمة جميل جميله كلمة زهوره زهوره كلمة بابه ابوا بابه ما طبعا الصوت الساكن يكون مقطع مع المتحرك مثلا كلمة يلعبون يل ساكن ما قبله مقطع متحرك لوحده مقطع ممدود ما قبله مقطع متحرك لوحده مقطع هيك نكون راجعنا جميع مادة امتحان الشهر الاول نقز على حروف المد المدود القصير المدود الطويلة ميزنا بين الواو اللين والياء اللينة وحروف المد الواو الياء وقلنا حروف المد لا تقبل حركات ا ا ا ا ا ا ا اما ال واو اللينة والياء اللينة يقبلوا الحركات شنكسمناهم واو لينة وياء لينة. الان نقزع المدود راجعنا الحروف اللي اخذناها مع اشكالها كيف نميزهم بين الكلمات مع صوتهم. الى هنا ينتهي هذا الدرس كانت معكم المعلمة سيهام رمضان قمنا بعمل مراجعة لمادة الفصل الدراسي الاول مادة الامتحان تحان الشهر الاول. الى ان نلتقي. اتمنى لكم جميعا الحصول على العلامات الكاملة. الى ان نلتقي في حصة جديدة. لكم مني اجمل تحية والميحة.